صورة واحدة خرجت عن هذه القمة في اسطنبول قبل أيام أعقبها إعلان تركي رسمي حول اتفاق الحاضرين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على إنشاء مركز تنسيق مشترك يتولى حل أزمة الحبوب الاتفاق يقضي أن تكون مدينة اسطنبول مركزا لإعادة شحن السفن المحملة بالغذاء بعد تأمين مغادرتها للموانئ التركية وفق ضمانات جرى الاتفاق على جزء كبير منها هذه الخطة ستكون مبرمجة على مراحل وفيها أكثر من شق أمني تقني لوجيستي ومالي واقتصادي أيضا ضمن الصفقة أو المقايضة تسهيل خروج أيضا ألف الأطنان من الحبوب والزيوت المحاصرة في الموانئ الروسية أيضا وذلك ثمن تسعى موسكو لانتزاعه لكي تتحرر من العقوبات الغربية المفروضة على حركة سفنها التجارية تحركات لا قد دعما من أطراف دولية مهمة من بينها الاتحاد الأوروبي في مقابل صمت واشنطن على الرغم من التقدم الذي حصل خلال أيام الأخيرة الماضي لكن تبقى العقبة الأساسية وهي الوثم التهدي الأمريكية هي رأس الحرب في الحرب الدائرة في أوكرانيا من دول حصول هناك موافقة أمريكية على الخطوات التي جرت وسوف تتجري خلال المرحلة المقبلة أعتقد الأمور سوف تسير ببطء وسوف تكون هناك الأمور ضبابية وغير واضحة خلال المرحلة القادمة أما الواضح حاليا فهو الدور التركي في مساعي الحل عبر ما تسرب عن استعداد أنقرة لتحريك عشرين باخرة تشارك في أولى تحركات نقل الحبوب وتبقى المخاوف من التحديات قائمة رغم خطوات التقدم التي تحققت إلى الآن ولذلك ينظر بأهمية للقاء المرتقب بين الرئيسين التركي والروسي في طهران بوصفه لقاء يضع النقاط على الحروف قبيل الاجتماع الربعي الثاني المقرر في اسطنبول هذا الأسبوع محمد المشهرة ويسكانيوز عربية اسطنبول